السلام عليكم تنتمنى كلكم تكونوا بخير رمضان مبارك سعيد اللي يدخلوا إن شاء الله عليكم وإعلنوا على الأمة الإسلامية بالصحة والعفية والغفران يا رب اليوم قد نوجدوا واحد المخيمرات حارين أو بطبوط صغير بحش والديدة بزاف قد تعجبكم إن شاء الله خاصة على مائدة الإفطار وكذلك نحضرهم في الأيام العادية تيجيوا ولدات بزاف ما تنسونيش دائما بالضغط على زر لايك للتشجيع وشاركوا في القناة تفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد كيف تتشوفوا مخيمرات رائعين ما تنسوش تشوفوا الوصفات التي يظهروا لكم في الصور رجعوا لي من القناة غتلقوا إن شاء الله الروابط كلها أسفل الفيديو فهي وصفات ناجحة إن شاء الله رجل نبدو بالمقادير عندي زلطة ديال الدقيق الفينو أي السميد الرقيق ما يعادل 250 جرام و250 جرام ديال الدقيق الأبيض أي الفورس معلقة كبيرة ديال الخميرة طرية مع مرش بزاف ومعلقة كبيرة ديال زيت ملح حد نصف معلقة مع مرش ديال السكار غير بشي يعطينا اللون غتلقوا بالماء دافئ ما غنعطيكم مش لما يقدر ديال المالي لأن الدقيق كل دقيق وكيف تيتشرب غتلقوا عادي بالماء الدافئ وغتلقواها إما باليد إما في العجانة أنا غتلقواها في العجانة غتلقوا العجينة ما مرخوفاش بزاف وما قصحاش غتلقوا لينة بحال العجين العادي بالنسبة للحشوة غتلقوا بصلة مشل درقيقة وفلفلة حارة حسب الضوغ وفلفلة خضرة فلفلة حمرة غير نصف ديالها مشي ضرورية المهم هو الفلفلة الخضرة إي لم توفرة والقصبرو المعدنوز شوي ديال كامون نصف ملعقة مع مرش مع علقة صغيرة ديال البحمراء أو البابريكا شوي ديال البزار وشوي ديال الفلفلة الحارة أي سودانية ممكن تعودوها بالسلصة الحارة تتكون في العلب شوي ديال ملحة حسب الضوغ وغتلقوا لكل ضفت ملعقة كذلك ديال زيت الزيتون كبيرة سوف يحولتو في هاد البول غير باش نتحكم نخلط مزيان وغادي نضيف لي واحد مكوين اللي غادي يضيف لي واحد لده زوينة زوينة بزاف اللي هو علبة ديال الطماطم علبة ديال الطونة عفوا بالطماطم أي نوع تيعجبكم غير تكون فيه هنك هادية الحوت بينا علبة صغيرة غادي نخلط الكل وغادي نحطو صافي كملت الحشوة في الوقت فاش كانت العجينة تتدلك غادي نحصلو على العجينة تكون مدلوكة مزيان تقربة واحد ربعا ديال دقيق أو خمسة استعملت نصف مقدار من كل نوع ديال دقيق ميتين وخمسين جرام دقيق الفينو أي السميد الرقيق وميتين وخمسين جرام من دقيق الأبيض أي الفورس أي فارينا غادي نخلي العجينة ترتاح غير واحدة ديال دقيق وغادي نبدأ نشكل فيها غادي نقطعها الكويرة صغار بقريبا 13 الكويرة تدعسي واحد الكمية ما شاء الله زوينة وطريقة معروفة غادي نديرهم على شكل الكويرة غادي نغطيهم ما غادي نخليهم يختامروا مباشرة غادي نبدأ نبسط وغادي ندير الحشوة غير غادي نبدو بالكورة الأولى دائما تنبسط بدقيق الفينو أي سميد الرقيق غادي ندير معلقة كبيرة حتى معلقة ونصف من الحشوة الحشوة ما طيبة نهاش تطيب بحل خبز البصلة العادي ما تطيب ضغية غادي نجمعها هكذا بحل واحدة رضي ما هكذا كيف تنقوله لكن ما نخليوش هذيك العجينة مجموعا نبسطوها باش ما تجيناش العجينة اكتر من الحشوة غادي نبدأ نحط ودائما نغطيهم هكذا بتوب ونستمر حتى نكمل ضغية تيوجدو ما تيأخدوش الوقت حتى تتبقى ساعتين أو ساعة ونصف على الإفطار وتوجدوهم إن شاء الله غادي يعجبوكم بزف بزف واحد الجزء ما درتش فيه الفلفلة حارة وهاذو غادي ندير فيهم على حسب اللي ما تتنوش الحار لكن بالحار تيجيو أحسن وألد درت الفلفلة هكذا شكل رقيق وغادي نستمر بنفس الطريقة ودائما نغطيهم باش ما يكونوش ديك القشرة من بعد غادي نبدأ باللولة وغادي نبدأ نبستغير بشوية كيف تتشوفوا غير شوية هكذا ونحطهم هانتم ما غا تشوفوا معي أن ما تتكونش العجينة قاعم بجموع اللور اللي جمعنا غادي نستمر وغادي نغطيهم ومباشرة غادي نبدأ نطيب ما غادي نخليهم يخمروا من بعد لأن الوقت فاشا نكملهم تيكونوا اللولين نخمروا غادي نبدأ دائما بالأولى مقلة ثقيلة أو على حسب النوع اللي عندكم سافئة غادي يطيبوش بيا وغادي نقلبوهم ما بريدش ندهنوهم لا يزيد لبحت حاجة بريدهم يطيبوه غير بالشكل ديال بطبوط العادي ومطابعة لحال خصومي تقدموه ما سخان إذا طيبتوهم قبل حاولوا تسخنوهم في الآلة ديال البانيني أو في الفران أو في المقلة راتيجوا رائعين في تقديمي لك النسخة بالنسبة للنار غادي تكون متوسطة غادي نكمل الكيمية اللي عندي وتلاقا ونشوفو نتجا نهائية ما خدوش الوقت بزاف الطياب وما خدوش بزاف الوقت ديال تحضير ديالهم حتى تبقى كيف ذكرت ساعتين وتحضروهم بصحة وسلامة تنتمنى يعجبوكم ما تنسونيش بالضغط على زير لايك دائما مشكورات بسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر